نفذت وحدات من جيشنا الباسل سلسلة عمليات خلال ملاحقتها المجموعات الإرهابية في عربين وزملكة وقضت على عدد من أفرادها من بينهم اسماعيل غازي محمد الخيمي أحمد عبدالقادر نور الدين جحة محمد العطري وأسامة التقي كما دمرت وحدة من جيشنا مدفعا مضادا للطيران عيار 23 مليمتر وسيارة بمن فيها من الإرهابيين على الطريق المؤدي إلى عدر البلد بالتوازي نفذت وحدات من جيشنا سلسلة عمليات في تل كردي ومزارع دومة وحرستة دمرت خلالها وكرا للإرهابيين بما فيه وقضت على أعداد منهم بينهم أحمد النجار عمر الترك ياسر شلة يحيى سرويد علي خيتي غسان جركز محمد حمود راتب الشيخ إبراهيم وأحمد ضميري وفي بلدة كرناز بريف حماء الشمالي قضت وحدات من قواتنا المسلحة على تجمعات للمجموعات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى جبهة النصرى التابعة لتنظيم القاعدة وأحرار الشام وذكر مصدر في المحافظة أن وحدات من قواتنا دمرت مقرات المجموعات الإرهابية المسلحة وضبطت مصانع للعبوات الناسفة والصواريخ إضافة إلى مدافع وقذائف الهاون التي كانت تستخدمها في الاعتداء على المواطنين وقوات الجيش كما دمرت وحدة من بواسلنا مقرا قياديا للإرهابيين بقرية الحواش في منطقة الغاب بمحافظة حماء إلى ريف إدلب حيث دمرت وحدة من قواتنا تجمعا للإرهابيين في سلقين وقدت على عدد منهم منهم متزعم ما يسمى لواء أحرار الشام الملقب بأبو عبيدة وأبو يوسف الليبي وابراهيم الحسين وجمال حاج حسين وابراهيم اسطنبولي في كفر روما تصدت وحدة من بواسل قواتنا لهجوم إرهابي قرب الحمدية في ريف إدلب وقضت على أعداد من الإرهابيين ودمرت سيارات وعربات لصفحة وأخرى مزودة برشاشات دوشكا واصلت وحدات من جيشنا الباسل عملياتها في ملاحقة المجموعات الإرهابية في ريف حمص وكبدتها خسائر فادحة في العدة والعتاد ودمرت أوكارها وتركزت عمليات بواسلنا في مناطق جوبر السلطانية العامرية وامتداد طريق قرية الحسينية في القسير ومنطقة كفر عاية التي قدت فيه قواتنا الباسل على متزاعم إحدى المجموعات الإرهابية المدعو بأبو مالك عزائي المشاهدين نحن على تلة قيرة على المدخل الشمالي من منطقة كفر عاية حيث يقوم الجيش العربي السوري بالتصدي للمجموعات الإرهابية وملاحقتها لنشاهد كيف يقوم الجيش العربي السوري بدك صفوف الإرهابيين مرتزقة داخل كفر عاية لنشاهد المنطقة الشمالية من مدخل كفر عاية حيث يتمركز الإرهابيون داخل الأوكار والمقرات لكن جيشنا يقوم بالتصدي لهم وبسحقهم نحن على مداخل تلة قيرة الشمالي ونقوم بملاحقة فلول الإرهابيين تم قتل أحد قادة المجموعات الإرهابية الملقبة بأبو مالك وتم تسليم بعض من عناصرهم نتابع كيف يتم انفجار أحد مستضاعات الأسلحة والزخيرة المجموعات الإرهابية بالقرب من معمل الأدوية في منطقة كفر عاية إذن قوات الجيش العربية السورية تقوم بدك وضرب الإرهابيين بالقرب من معمل الأدوية في كفر عاية وبالعودة إلى خبرنا في درع دعت عائلتا كايد ودنيفات بقرية خرفة في درع الأباء والأبناء في حوران خصوصا وسوريا عموما أن يبرأوا ممن يرتكب ما حرم الله من قتل وخطف وتخريب وفساد في الأرض وزرع الفتن وأن يقف الجميع مع وحدة سوريا أرضا وشعبا وفي بيان لهما أعلنت العائلتان براءتهما من العمال الإجرامية التي قام بها المجرمون الفارون على الكايد وأشقائه وهدي أحمد أدنيفات وأشقائه وأعمامه من قتل وخطف وتخريب بحق الشهيد فايز الغزالي وولده الشهيد قسام وولده المخطوف المحرر بسم الله الرحمن الرحيم بيان صدر عن عائلتي الكايد والدنفات بقريت قرفة بحوران استجابة لقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرب في القتل إنه كان منصورا نحن عائلتي الكايد والدنفات من قريت قرفة بمحافظة درع نعلن براءتنا من العمال الإجرامية التي قام بها المجرمون الفارون على الكايد وأشقائه وهادي أحمد الدنفات وأشقائه وأعمامه من قتل وخطف وتخريب بحق الشهيد فايز الغزالي شقيق سياد تلواء رستم الغزالي وولده الشهيد حسام ولده المخطوف المحرر جلال من قرية قرفة ونتبرأ منهم كونهم ينتمون لعائلاتنا اسما وقد خرجوا بأعمالهم الإجرامية عن ديننا وقيامنا وأخلاقنا إننا نؤمن بأن من يعتدي على الإنسان إنما يعتدي على الإنسانية جمعا وانطلاقا من ذلك فأنا نهيب بكل الأباء والأبناء في حران خصوصا وسوريا عموما أن يتبرأوا من من يرتكب ما حرم الله تعالى من قتل وخطف وتخريب وفساد في الأرض وزرع الفتن وأن نقف جميعا مع وحدة جمهورية العربية السورية أرلا وشعبا بقيادة سيد الرئيس الدكتور بشار الأسد وأن يتبرأوا منهم ومن أعمالهم وسلوكهم وإجرامهم كما أمر الله تعالى سيدنا نوح عليه السلام أن يتبرأوا من ولده قائلا إنه ليس من أهلك إنه عمال غير صالح ونصرة للحق سنعمل جاهدين على تسليم المجرمين المذكورين للعدالة تاركي لعائلة الغزالي الكريمة بشكرية قرفة بحران الحق الشرعي للقصاص أو العفو وهي دعوة لكل سوريين لتحكيم شرع الله وتغليب لغة العقل والاحتكام لمصلحة الوطن لتنتشر راية المحبة والسلام والوئام في ربوع سورية الحبيبة والله خير الشاهدين عائلة الكايد في قرية قرفة من محافظة الدرعة وعنهم أحمد عبد الكريم الكايد مفق عبد المجيد الكايد وأولاده وأشقائه فايز أحمد الكايد وأشقائه إسماعيل محمد سليمان الكايد وأشقائه أحمد محمود الكايد أبو واثق عائلة الدنيفات في قرية قرفة بمحافظة درعة وعنهم المختار إبراهيم طالب الدنيفات وأولاده عائد الدنيفات وأولاده القاضي طالب الدنيفات وأولاده أنا إبراهيم طالب الدنيفات مختار قرية قرفة نحن مع سيئة الرئيس قلبا وقالبا ومع القطر العربي السوري كل واحد شريف فيه ونسيبنا اللواء رستم وهو علم من أعلام الدولة لم نقدر نجيب طاريه واللي بيجيب طاريه نحن ضده ولم نقرأ الواحد يقرأ عينه بيصبعه تعلمين نحشي على رستم وهذا العمل مستنكر الطعق وخلال متابعتها لفلول الإرهابيين وتجمعاتهم ضبطت الجهة المختصة في محافظة اللاذقية خلال مداهمتها وكرا لمجموعة إرهابية مسلحة في قرية كرسانة مستودعا يحوي ذخائر ومواد ومعدات طبية مسروقة وأجهزة اتصال متنوعة وذكر مصدر بالمحافظة أن الوكرة يحتوي على مواد لتصنيع العبوات الناسفة ومعدات لطباعة عملة مزورة ولوحات سيارات مزورة وبدلات عسكرية وأدوات ومعدات طبية متنوعة مسروقة وأجهزة إلكترونية لاسلكية وخرائط للمحافظات وكمية من الذخائر وفي حلب مجموعة إرهابية مسلحة تدفن ثلاثين جثة من قتلهم في مقبرة جماعية بحديقة القباقي في منطقة الكلاسة وقاموا بتصويرها على أنها مجزرة ارتكبت بحق المدنيين